السهو نسيان الشيء والغفلة عنه وسجود السهو هو سجدتان تكونان آخر الصلاة أو بعدها لجبر خلل أو ترك واجب من واجبات الصلاة سهوة ويستوي في بالك الفرض والنافلة وأسباب سجود السهو الزيادة والنقص والشك أما الزيادة سهوة فمن زاد ركوعا أو سجودا أو قعودا ناسيا سجد للسهو بعد السلام وأما النقصان سهوة فمن ترك ركنا كركوع أو سجود أتى به وأتم صلاته وسجد للسهو بعد السلام ومن ترك واجبا كالتشهد الأول والجلوس له فإنه يواصل صلاته ولا يأتي به لكنه يسجد للسهو قبل السلام وأما الشك كأن يتردد هل صلى ثلاثا أو أربعة فإن ترجح له أحد الطرفين بنى على ما ترجح عنده وسجد للسهو بعد السلام ومن لم يترجح له شيء بنى على اليقين وهو الأقل فيجعلها ثلاثا ويأتي برابعة ويسجد للسهو قبل السلام فيكون السجود للسهو قبل السلام إذا ترك واجبا أو شك ولم يترجح عنده أحد الطرفين ويكون السجود للسهو بعد السلام إذا نقص ركنا أو زاد في صلاته أو شك وترجح عنده أحد الطرفين ويجوز السجود للسهو قبل السلام أو بعده وإذا سهى المصلي عن سجود السهو فانصرف من الصلاة دون سجود فإنه يعود إليه ويؤديه إلا إذا طال الفاصل أو انتقد وضوءه فيسقط عنه وإذا سهى الإمام في صلاته ثم سجد للسهو فعلى المأموم متابعته في السجود سواء سهى معه أو انفرد الإمام بالسهو ومن سهى خلف الإمام فليس عليه سجود للسهو إلا إن كان مسبوقا فيسجد بعد انتهاء صلاته وإذا تكرر السهو للمصلي في الصلاة كفته سجدتان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس